ننتقل إلى شأن سياسي وبعد أن تحدثنا في شأن اقتصادي ننتقل إلى شأن سياسي وصحيفة التيار ومنها نقرأ غندور ما جرى في البلاد بثورة شعبية شدد الرئيس المكلف لحزب المؤتمر الوطني البائد البروفيسور إبراهيم غندور على أن كل من ارتكب جرما في حق الشعب السوداني يجب أن يقدم للعدالة وقطع بأدنى حزبه لا يمكن أن يدافع عن فاسد أو مجرم وصف غندور في مقابلة مع قناة الحرة مسامس ما تم من تغيير في السودان بأنه ثورة شعبية اكتملت من حياز القوات المسلحة وفقا لأدبيات وتاريخ الشعب السوداني وأشار إلى ثورتي أكتوبر من العام 1964 وإبريل 1984 وقال وما جرى بالنسبة لي هو ثورة شعبية والثورات في بلادنا تكتمل من حياز القوات المسلحة للشعب وأضاف إما أن تقف مع الشعب أو تحدث مجزرة ونوه غندور إلى أن المؤتمر الوطني ساهم في الثورة ولم يصادم توجهات التغيير وآثر الانسحاب حفاظا على الوطني والأرواح ودماء السودانيين بداية كيف تقرأ ظهور الرئيس المؤتمر الوطني المكلف الأول منذ السقوط طيب يمكن الإشارة إلى أن ظهور إبراهيم غندورف المشهد السياسي هو ظهور لافت وغريب في ذات الوقت يسير العديد من علامات التساول في تفسير كيفية هذا الظهور يمكن احتبار يعني يعتقد أنه هذا الظهور من أجل تماسك وعضوية المؤتمر الوطني بعد صغوط نظام البشير ظهرت العديد من الانتقادات عبر السوشال ميديا وبرزة مقطع فيديو لأحد من سوبي النظام البيت وهو ينتقد غيادات الحزب الحاكم وأنها لم تأغف وتأتي لمساندة غيادات النظام المحاكمة وأنه تلويح بأنه سيتم جرد حساب ومحاسبة من لم يأتي وغيره وتشير بهم وغيرها من الإجراءات أعتقد أنه غيادات الحزب الحاكم في الفترة الأخيرة آثرت الاختفاء لم تصهر إلى الساحة بشكل عام ظهور غندور هو محاولة لعادة التماسك إلى الحزب الحاكم السابق النقطة الثانية أيضا يمكن إشارة إلى أنه خطاب غندور يؤسس لخطاب مختلف عما كان في الفترة الماضية في الفترة الماضية المحسوبين على النظام السابق كانوا يتحدثوا عن خيانة حدثت من قبل الغواطة النظامية وحددوا أشخاص بعينهم مدير جهاز الأمن وغاية غواطة الدعم السريع ووصوم الخيانة لنظامهم وأنهم خدروا بهم وغيرها من الأمور أعتقد أنه غطاب غندور أتى ليقدم خطاب متصالح مع الغواطة الأمنية والغواطة النظامية خطاب متصالح مع الشعب السوداني إلا أنه أعتقد أنه مهمة هذا الخطاب ومحاولة إعادة تسويق المؤتمر الوطني عمام الجماهير قد تكون صعبا بعض الشيء اعتراف المؤتمر الوطني بأن ما حدث ثورة شعبية وإعلان غندور بأن حزبه لن يدافع عن مجرم أو قاتل هل نعتبر هذا توجه جديد للحزب؟ هل هو تخلي عن ما تعلق بالحزب يعني إظهار صورة جديدة بمعنى إظهار الصورة الحسنة الجميلة للحزب بإبعاد الصورة التي ظهرت للناس طيب هو إغرار متأخر يعني هو باتت أمر واقع الحكومة التي أتت بعد الصورة أدت الغزم وغيرها يعني الاحتراف بأنه دي صورة شعبية وغيره وغيره ده موضوع تستوليت أنه يحترف فيه في وقت الحالي هو ده إغرار بيأتي هذا الإغرار وفي ذهن الناس غيادات المؤتمر الوطني وتصريحاته المستفزة والمتطرفة عن غضع الرغاب عن لحسة الكوع عن أي شخص يهز دراعه ويطلع علاقين في الشارع الكلام بتاع الخوانة والمارغين والأوصاف أيضا حديثه عن أن المؤتمر الوطني حازل الشارع طبعا ده حديث غير دقيق وغير صحيح ويشهد بذلك الاتهامات التي وجهت لميليشيات الحزب الحاكم والعروات التي كانت تخرج دون لوحات وترتكب الانتهاكات والمجازر وحتى في الاحتصام الغيادة العامة كانت هناك اتهامات إلى أنه غيادات الحزب الحاكم كانت تدبر لمجزرة كبيرة حتى غاية غاية الدعم السريع وبعض الغيادات الأمنية كشفت عن ذلك أن المؤتمر الوطني كان يدبر إلى مجزرة كبيرة عبر الاستعانة بنحو سلاسة ألف أو الفين ونص من الميليشيات المسلحة حتى البصات السفرية التي قبضت نعم وهي كانت تتقوم بمجموعات وياتهام لغيادة رفيعه ورحمة هاروم في الحزب الحاكم بأنه كان يدبر فالحديث عن المؤتمر الوطني يعني إنحاز هذا حديث غير صغيح وغير دقيق المؤتمر الوطني يعني اتاحته الثورة الشعبية وازغطته وازغطت نظامه البشير لم يزغط عبر الانتخابات البشير صغط عبر صورة الشعبية كانت في كل السودان أطاحت به وبنظامه الذي كان يحكم السودان لغضة من حديث لها في سب سلاسة عاما هو الآن ذكر بأنهم لن يقفوا وعي مجرد مقاتل هل هو الآن يشير إلى أحد قيادات المؤتمر الوطني الموجودة في سي جينكوبر البشير أو غيره طيب هو لكي نحن نتحدث عن خطاب جديد للمؤتمر الوطني صحيح أن إبراهيم غندور من الشخصيات أو الغليلة في المؤتمر الوطني التي لديها قبول لأنه شخص يحظى باحترام وسط غطاعات واسعة من الغطاع السياسي والشارع السياسي بخطاب متوازن أو موضوع إلى حد كبير يقدمه جماهر لكن يجب أنه يدرك أو حتى غيادات المطورة أنه ينتمي لحزب لديه فاتورة سياسية مزغلة بالدماء مزغلة بالانتهاكات الحزب نتحدث عن محاكمات المحاكمات لا تتعلق بالبشير فقط في ملايين الدولارات أو غيرها نتحدث عن حزب شارك في خرغ النظام الدستوري واحدة من الأخطال الأساسية أنه عبود لم يحاكم نميري لم يحاكم نمير كان خارج البلاد لذلك المحاكمات كان محدودة نجيب أن نرسي عقد جديد كل من شارك في انغلاب 30 من 89 وخرغ النظام الدستوري يجب أن يحاكم ويحاسب على هذا الخر كل الأشخاص حتى من ذهبوا خارج المؤتمر الوطني في حزاب تاني يجب أن يحاسبوا طيب من شاركوا في انتهاكات في جرائم الغط في جرائم الفساد المالي يجب أن يحاسبوا على المؤتمر الوطني أن يزمج جديته كتقديم صفحة جديدة في التواصل مع المشهد السياسي عبره ليس فقط الدفاع أو محاورة حماية عبره تقديم المستنادات وما يفيد بيدانة هؤلاء الأشخاص هذا عمره صعب لكن لدي التحدي الأساسي أن تتحدث عن أنه 30 سنة كان فيها فساد ومحاربته لكن حاليا الوضع تغير لبدء صفحة جديدة في التواصل مع المشهد السياسي والتعافي يجب على الحزب الحاكم أن يخرج هذه الغيادات ويقدمها للمساعلة كل من شارك في جرائم الغط كل من شارك في الفساد المالي كل من شارك في هذه الانتهاكات يجب الحزب الحاكم أن يقدمه للمحاكمة لا أن ينتظر الآخرين أن يقدمه للمحاكمة هناك تساؤل أيضا في ظهور المؤتمر الوطني لمشهد السياسي هناك مطالبات كانت تطالب بإبعاد المؤتمر الوطني كليا من المشهد السياسي طالب كثيرون من سياسيين وفي الحرية والتغيير في تجمع المهنهم طالبوا بأن يغادر المؤتمر الوطني هذه الفترة الانتقالية وينتظر حتى بعيد الانتخابات هل هذا الرأي سديد أولا وما هو الدور المناطمين في المؤتمر الوطني أن يقوم به في المشهد السياسي الآن مادام هو موجود طيب هو من الطبيعة المستورة التي غامت سورة تطالب أو ترى أنه أس مشاكل البلاد تتعلق بالرئيس النظام الرئيس المخلوع عمر البشير وحزبه الحاكم لذلك هي تطالب بتغييره هناك مجموعات ترى أنه يمكن يصلاح هذا الوطع عبر تغيير البشير أو تغيير إبعاد الحزب الحاكم في بعض الأشخاص أو في رؤية الحزب الحاكم أنه الأمر يحتاج إلى إجراءاته ومعالجات بهذا السطب أو هذا الستركشن أنه موجود ممكن يتم معالجته في النهاية اللي انتصرت رؤية اللطاحة بالبشير والنظام الحاكم ككل فلذلك لا يمكن لهذه المجموعة أن تكون موجودة في جزء يتحدث عن اللطاحة به يعني هل السورة دي قامت ضد منه قامت ضد المؤتمر الوطني والبشير مش البشير لوحده فلذلك المؤتمر الوطني هو خارج المشهد السياسي خلال فترة الانتغالية فيما بعد ذلك هناك عديد من التحليلات هناك عديد من الغراءات حول أن المؤتمر الوطني يعيد حساباته انتخب غيادة جديدة ظهر غندور على المشهد السياسي غندور بالمناسبة كانت لديه مواغف تجاه ما كان يجري في الحزب خلال فترة الماضية لكنه آثر الصمت تجاه التجديد للبشير وغيره من الأمور الأخرى وغيادات أخرى لكن صمتها واستمرارها في الحزب يجعلها تتحمل دفع الفاتورة المعنية بالحزب النقطة الثانية فيما يلي مستقبل الحزب بعد انتهاء الفترة الانتغالية أتوقع أن الحزب سيلجأ إلى تغيير اسمه الدخول في شكل سياسي جديد أو غيره ولكن عليه أن يدفع فاتورة الفترة الماضية والشارع هو من يحدد والشارع السياسي هو ما سيحدد مصير هذا الحزب ترجمة نانسي قنقر